موسيقى سموحة بتفوز 1-0 على حرص الحدود بهدف اللي شوفناه طبعا في الشوت الاول الابراهيم عبدالخالق وانتهت المباراة بالهدف ده وكده نادي سموحة بيرفع رصيده الى اتنين واربعين نقطة وبينط حوالي خمس مراكز من المركز الخمستاشر الى المركز الحداشر وتساوى كده سموحة مع المقاوين العرب والمصري وحرص الحدود باثنين واربعين نقطة ولكن نادي سموحة مباراة مؤجلة هيلعبها ان شاء الله مع النادي الاهلي بعد فترة توقف الدوري المصر ده هدف المباراة الوحيدة عن طريق ابراهيم عبدالخالق عملها بدماغه حلوة جدا ونتكلم يعني عن بعض اللقطات في الشوت التاني كمان فيه كرة لديفوني كده شكين فيها مباراة الزمالك والجون انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد هدف الاول عن طريق عمر السعيد فيه الديئة الاولى في المباراة اول ديئة في المباراة وبعدين اتعادل نادي الزمالك بهدف لعلي جابر في الديئة 35 في الشوت الاول في الشوت التاني مقدرش الزمالك او الجونة يحرزوا اي اهداف وبالتالي مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد الزمالك رفع رصيده الى 70 نقطة ونادي الجونة رفع رصيده الى 40 نقطة نادي الجونة في المركز الخمستاشر وكده يتبقى لنادي الجونة خمس لقاءات فقط في بطولة الدوري المصري لعب 33 مباراة نقسمه المباراة القادمة هتكون ان شاء الله امام فريق بيترجيت يوم 16 ستة وبعدين حيواجه النادي الاهلي في القاهرة وبعدين حيواجه امبي طبعا يعني مطشط صعبة جدا وبعدين اتحاد الشرطة وبعدين ودي ديئة دول الخمس مطشط اللي بقيين بالنسبة لفريق نادي الجونة كابتن علاء كابتن وليد يعني احطبا احنا في انتظار مباراة الاهلي والدخلية هنزح على الهواء مباشرة ان شاء الله الساعة 7 من استاد بيترو سبورت يعني بعد حوالي تلت ساعة من الوقتي سريعا كابتن علاء وكابتن وليد رأيكم ايه في فوز نادي اسموحة 1-0 على حرص الحدود سريعا يا كريم ومستوى فوز مستحق الاسموحة وزي ما احتوقات اسموحة والتشكيلة وهو الأقرى بالفوز وحصل ممكن عمل الشرط الأول ممتاز جدا واحراجوا هدف عن طريق ابن عبدالخالق والشوت الأول كانت سموحة على ممكن الأحسن في كل حاجة في انتظار فرص ضيعة تحس ان الحرس مجهد الحرس التات مطشوط اللاعب ومكسبهم تحس انهم مجهدين بدناهم مش وافنا على رجلهم كويس قوي زي ما قلت لك انا احمد مكي اه لعب واحد بس هيفرق في كل شكل الأداء الهجومي لفريق حرس الحدود ووضح طبعا يعني خياد ميز اه بيحاولوا كل حاجة بس خالت دايما من اللاعب اللاعب تحب تيجي من ورع المساحات لكن مش راس حار باس حار بات اعتمد عليه كريم ندفد النهاردة بعتبره ممكن النجم من نجوم البران النهاردة قدى اداء ممتاز النهاردة لكن تحس ان مفيش ترابط فريق الحرس الشروط التاني يمكن نوعا ما احسن بعد الهدف ما دخل فيهم في الشروط الأول الشروط التاني بدأ شو عارفش تاني التحرر شوية بدأ يدور على هدف التعاود الحاول كتير قوي وزي ما قلت انت كريم فيه كرة ديفونية هنبص عليها شوية لان فيها كلام فيه كرة جماعة في الاخر بعد اذنكم في الاخراج اخر كرة في المباراة ويعني في اخر دقيقتين فيه كرة الديفونية كده وكانت هدف والحاكم لغاها ومساعد عايزين نشوفها الوفصايد ولا لا هي الكرة دي يا كابت اه هي دي ان نكلم عليها بس مش بام الزاوية دي اه لازم تجي انا بقول مبدأين ما فاش حاجة اه انا عايز اشوفها بس من وراء المساعد فيه زاوية اه في زاوية gäller جنب هي aktwith خد بالك حتى في الزاوية دي بص على مشوف الكرة هي بتت Höحط بص لا بص على الباكرايت رب entra الحا ling ultim بص ارجع تاني بص ارجع ارجع لا دى في واحد جوة بص اللي مغطي خب ده جوة رجلو بص اي flavours احمد فاوز مش RAW حتى من الكادر الاولاني Safar يعني هاتي الكادر الاولاني كده اوريك بص ايه ايه lemon ايه ايه كمان هي واي بتت Höحط بص هو فين. بص هو فين. اه. ركز على طلوع ده وطلوع ده. بس بس تلعب. بص المنظر. حتى الكادر ده. صح. انا بقول لك يا فيها شك. احنا شكنا في احنا التلاتة لكن وضع احنا ما بفاشق بصيد. هدف. هدف ملغي صحيح. هدف ملغي صحيح ما في المال الحرس. ومؤسر. كان ممكن يتعادل. اه لا ده كان يتعادل اسم. ومؤسر. يعني لو الهدف ده احتسم اعتقد. احنا اطلع واحد واحد. احنا قبل كده مشاعدي الحكم يا ده هو الا. احمد فوز. احمد فوز. احمد فوز احمد فوز. غالبا يعني. هو احمد. هو احمد فوز. لا لا احمد فوز. احمد فوز. بص كابت الرجل جوه. جوه عالجيرة هي. مدافع. شكلها. مدافع ناحية اللي مين خالص. رجل عالجيرة هي جوه. وديكون ايه بره. بره. يعني بره بشوية كمان. يبقى مش هو في صيد. هدف صحيح ملغي. لنادي حرس يعني. والنا إحنا قاعدين filaha انا شكيت فيها. انا شكيت فيها. انا عisha بك توالين برضو. انا شكيت فيها. لا انا قلت لك oh sake. two more we have shot. انا قلت لك pissed. لأ احنا قولنا. وحنا بنتفرج. اه. انا Students مش عندي شك قلت لك قلت لك مش افصائي انا قلت حس مش افصائي ايوه مش شك انا كنت متأكد لا انا كنت شاكد فكورا لكن هو هدف اا اكيد مية في المية وكان رفل طبعا مع اكيد مع الحرس طيب عنيش كابتن على الوقت تصير عشان مواطش الاهلي كابتن يدي سريعا يعني في نص دقيقة كده رأيك ايه في مباراة الحرس واسباحة قلنا مباراة مؤثرة جدا لكن كسبها الاحسن سموحها الامانة راح للمرمى كتير اوي كابتن عبد الحميد باسيوني الله يكون فعونه وان كانت تغييراته كلها هجومية يعني دفع بالتلات اوراق اللي عنده اذا كان عبد السلام نجاح او حسين السيد حسين حمدي او ديفوني التلاتة اوراق هجومية فالله يكون فعونه مقدرش عوض احمد حسن ميكي وعلى الجانب الاخر سموحه بقى فرط في فوز سهل من الشروط الاول سموحه بعد احراز ابراهيم عبد الخالق اللي الهدف في دياء 25 راح كتير وضيع صلاح عمين وضيع شكري فاكر الكرة اللي احنا اقولنا المفوض يعملها بيمين ومش بشماله ومصطفى طلعت ضيع مصطفى طلعت النهاردة مش بيعمل مباراة كويسة النهاردة احسن لعيف في الملعب على مدار 3 اربع مباراة مصطفى طلع اي حنتكلم بالتفصيل عن الحرس وسموحه وعن الزماني كوجونه ولكن بعد مباراة النادي الاهلي ان شاء الله مع الدخلية هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراة الاهلي والدخلية مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي اللي بيحاول النهاردة يستفيد من تعادل نادي الزمالك مع جونه عايز يكسب ونادي الدخلية اللي في موقف صعب جدا في المركز الستة شهر براسيد سبعة وثلاثين نقطة وعايز يكسب النهاردة كابتن علاء عبدالعال عشان يخرج نادي الدخلية من الموقف الصعب اللي هو فيه في الفترة الحالية بعد الفاصل مباراة الاهلي والدخلية مع الكابتن علاء ميهوب وكابتن وليد صلاح الدين